ما نبدأ الملخص لأجزاء القبل كده حتلون في صندوق الوصف أو في أول تعليق مسبت نروح لها داس الفيلم هنا شينة كانت مع فوجي في البيت وفجأة بيندق الباب وبيديها المفتاح بيقول لها أنا حتصرف بس هب بيلاقي مانتو وبتقول له أجد مبسوط بس بيقول لها أنا بخير تقدري ترجعي وبتقول له إيه ده التصرف ضع بيقول لها شكرا علشان جتي من مكان بعيد قوي بس خلاص دلوقتي تقدري تروحي بتقول له غريب ليه بتتكلم معاي كده لازم تكون مبسوطة على فكرة بيقول لها ما فيش حاجة اسمها غريب تقدري تروحي وهي بتدخل كده بيوقف لها قدام الباب وبتقول له ما تنساش نلع بتفعلك الأجار وبتدخل غزبا عنه طبعا وبتتفاجئ لما بتلاقي البيت نضيف بتقول له وأنت بقيت نضيف بيقول لها أيوة خلاص تقدري تروحي وبتقول له أصلا حتى تغزيتك متغيرة وصحتك بقت كويسة من اللي بيهتم بيك وطبعا بيتفاجئ وأكتر لما بتلاقي إنه فيه طبعين فيه اتنين أطباق عنده بتقول له إذا هو أنت معاك حد بيقول لها أيوة أصلي كان معايا صاحبي اسمه اتسيكي وبتقول له مدام كده حروح علشان أشوفه القوضة وبيقول لها مش ممكن تدخلي القوضة بتقول له هو أنت بخبي حاجة بيقول لها في حاجات شخصية وانت أصلا ملكيش دعوة بتقول له نعم وطبعا بتروحوا القوضة وبتلاقي شينة بتقول إذا هي دي بنتي ولا ملاك وبيتفاجئ طبعا هنا بتقول له أنت بجد الشيطان حبيبتك جميلة جدا لقيتها فين وبيقول لها أنت بهم الموضوع غلط أنا وياها بس أصدقاء بتقول له ما تجيبش أعذار مستحين البنت دي ما تكونش حبيبتك وهي قعدة في القوضة بتهتك أكيد معجب بيها وبيفضل يفكر مع نفسه بجد يمكن أكون معجب بيها وطبعا بتفق شينة وهي بالجمال ده وبتقول لها أنت حبيبة فوجي بس طبعا بتتفاجئ ومش بتعرف تقول أي حاجة وبتعرفها بنفسها هنا بيقول لها خلاص أكيد روحنا فيها ومعمتي حتفضل تتكلم كتير والبنت طبعا حتتكسب طلب منها أنها تنادي لها باسم شهوكو وتنادي الفوجي باسم أماني بتتفاجئ وبتقول لها خلاص ما فيش مشكلة بس بتوضح لأنه ما فيش أي حاجة بينهم غير أنها بتطبخ له بتقول لها خلاص خلاص ما تجيبش أعذار فوجي بيقول لها خلاص استسلمي هنا بتقول لهم مش بس الطبخ حتى التنظيف هو أنتوا عيشين مع بعض بيتفاجوا فوجي بيقول لها على فكرة هي بس جارتي وبتقول لها الأخدار جمعتك مع بنت جميلة ومحترمة وكمان أنيقة وهنا بتقول لها على فكرة فوجي كلامه آسي وكمان عنيد بس ما عندوش أي خبرة مع بنت ومش مرتبط خالص يعني أنت أول بنت يتكلم معاها بيقول لها أنت بجد زودتها ممكن تسكتي بتقول لها خلاص خلاص أصلا أنا رايحة ماهيرو خلينا مع بعض على اتصال هنا بيتزل منها وبتقول لها ماما أكيد أنت عجبتيها ومش هتحل عنك بتقول لها أصلا مفيش مشكلة بالعكس مامتك بتحبك علشان كده بتهتم بيك وده رائع ولازم تقدر قيمتها هنا بتقول ماهيرو أول مرة حد ينديلي بالاسم ده حتى أصحابي مش بينادولي بالاسم ده بيتفاجئ فوجي بيفضل يبص عليها كده وبينديلها باسم ماهيرو هي كمان بتتفاجئ وبيقول لها مش ضروري تسيبي أي حد نديلك باسمها عمهوري يعني عادي وهي بتنديله اسم أماني بيقول لها نعم وانت صدقتي ولا إيه ولما بترجع له المفتاح بيقول لها سيبيع عندك بتتفاجئ وبتقول له وانت ليه قررت بالسرعة دي مش خايف على بيتك بيقول لها علشان أنا أوسق فيك بتقول له بس يمكن أغير عفش البيت وأعمل أي حاجة في البيت بيقول لها مفيش مشكلة تاني يوم بيكتشف أن شينا هي الأولى في صفها يعني في المركز الأول والكل بيتكلموا عنها وبيقرر أنه هو حيطبخ اللي لادي بيروح لشان يشتري أغراض الطبخة لما بيوصل البيت بيلاقي شينا بتسأله هو أنت كنت في السوق؟ بيرد عليها أيوة هنا بيعرفها أنه هو اللي حيطبخ اللي لادي وبتتفاجئ قالت له هو أنت متأكد؟ بيقول لها طبعا قالت له طبعا ساعدك في أي حاجة يعني؟ قال لها مستحيل هنا بيقول لها أنا جاهز وبيبدأ طبعا بتحصل الفوضى دي وبيقدر أنه هو يطبخ الطبخة دي بعد عذاب شنا لما بدوق الأكل بتقول له أنت حطيت ملح بيقول لها بصراحة نسيت وبيعتذر قال لها مش هنتعشى اللي لادي بس قالت له أنا عملت احتياتي وطبخت الطبخة دي وبتقول له أصلا أنت حاولت يعني خلاص استغنيت عني بيقول لها مستحيل وبتتفاجئ قالت له بس أنت حاولت أنت تطبخ يعني وقال لها بس عايز أطبخ اللي لادي وطبعا مش حسيبك أن أنت ما تطبخ ليش أكلك طيب جدا وقالت له خلاص تقدر تساعدني أن أنت تأشل الخدرة وقال لها بس الشغل ده بتاع الأطفال وقالت له لازم تبدأ من الصفرة أصلا بعد ما بدت تضحك عليه وبتتفاجئ لما فوجي بيشتري لها الترطة دي بيقول لها علشان أنت جيتي في المرتبة الأولى وقالت له بس أنا عادي متعودة قال لها لازم نحتفل بيكي دي مكافأة هنا بتروح علشان تاكل الترطة بس لما بيفضل يبص عليها كده بيقول لها بسرعة افتح بقك مش عايز تاكل بيقول لها طبعا من إيديكي حاكل وبيقول طعمها جميل جدا بيحس إحساس غريب بيقول لها ممكن تديني وبيأكلها من إيديك طبعا هي كمان بتتوتر وتتكسف وبيقول لها يلا جربي الإحساس اللي أنا جربته تاني يوم بيتيجي عن ديوري البت اللي بتتكلم كتير وبتقول لها اللي لدي حنحتفل عندك بيقول لها مستحيل أنا ما عنديش حبيبة أصلا بتقول لها نعم طب الهدايا اللي اشتريتهم اشتريتهم لمين ادى بدقوا الكريم الإيدين بيقول لها اشتريتهم لجارتي بتقول لها أيوة أيوة مانا صدقتك وطبعا صاحبه إتسيكي بيقول له خلاص ما تحويش مش حتسيبك وفعلا بتفضل واقفة فوق رأسه لغاية ما بيقول لها فوجي خلاص خلاص أنا موافق السهرة مع حبيبتك صح بيمسكها وبيفضل يقرسها إتسيكي بيغار بيقول له ما ينفعش تعمل كده أنا اللي لازم أقوم بالمهمة دي بيقول له خلاص يلا قرسها جامد بس طبعا إتسيكي بيقرسها بحنية علشان حبيبته فوجي بيسأل شينا هي حتحتفل مع أصحابها بس بتقول له كلهم مرتبطين يعني حفضل في البيت وبتقول له أكيد انت عندك مخططات بيقول لها أيوة إتسيكي وصحبته حييقوا عندي بالنير وبتقول له أكيد حتنبصته مع بعض بيقول له وانت مش هتحس بالوحدة ترد عليه إنها متعودة ولما بيقوا عنده البيت إتسيكي بيقول له انت بجد تغيرت بيتك نظيف أما يولي بقى بتقول له مش عارفة لي شم ريحة بنت هي اللي بتنظف لك طبعا هنا بيتفاجئ وبيقول له وانت بتقولي إيه بيغير الموضوع وبيقول لهم وانت ليه لازم في بعض كده لو عايزين تحضنه بعض اخرجوا برا بيقول له إتسيكي وانت غيران بيقول له طبعا لا بس اللي جانبك بتقول كلام غريب هنا بتقول له شينا اللي معانا في المدرسة كل اللي معانا في المدرسة نفسهم يخرجوا معاها في موعد وطبعا طلبوا منها ان هم يحتفلوا معاها بس هي اعتذرت منهم فوشي طبعا بيتفاجئ علشان ما قلتلوش الكلام ده هنا إتسيكي بيقول له اه صحيح هو انت ليه مش مهتم بالبنت دي غير الشباب التانيين انا اقول ان انا عندي حبيبتي بس انت لأ هنا بتقول له يوري يا خوفي لا تكون جارتك هي الملاك ساعته كارسة هنا بيقول له وانت عايزاني اطردك يعني بتقول له والنبي سيبني هنا بيشوفوا التلج وبتقول له ايدا الجو جميل جدا طلب من إتسيكي انه هم يروحوا البلكونة اكيد هيكون المنظر رائع إتسيكي بيقول لها ما عنديش اي مشكلة خصوصا الجو جميل ورومانسي وانا وياكي مجانين بيروحوا من غير ما يحس عليهم فوجي علشان كان بيفكر لو كان مع شينة لوحدهم كان هيكون الجو مختلط ورومانسي طبعا بس هم بيسمع أصوات المجانين وبيقول ايدا ده راحوا عارفين بيروح عندهم البلكونة بس بيلاقيهم مصدومين علشان ايه انهم شافوا شينة الملاك وطبعا هنا اتفاجأ حتى فوجي لما شافها الخلاص اكيد دروقتي راحت علينا خصوصا يوري لسنها طويل وبيقول تلوقتي هنعمل في الكارسة دي ايه طبعا كل الكلام ده كان جواه وطبعا كانت شينة بتستقبل التلج هي كمان فضلت تبص عليه كده ومش عارفة تقول اي حاجة وكأنه حد ضربها بالألم اما هم فضلوا يبصوا عليها كده وهم مصدومين وفي الحلقة القادمة هنعرف ايه اللي حيحصل معاهم وخلاص الملاخص تعالوا هنا رايحين على فين ما تنسوش الضغط على لايك والاشتراك بالقناة يلا سيد